الخبر اللي ولي عادنا عن أحمد أبو الرب واستهزاء بني ريني بيوتي فطبعا مثل ما تعرفون بان الحال يكون مشكلة صارة بيناتهم قصب بعد ما أحمد أبو الرب نزل مقطع على قناته في اليوتيوب وهبت بي نارين فعانت نارين كل هشة ترفونة من حساب أحمد أبو الرب بعد أن أحمد أبو الرب طلع شوية تستوريات صار يستهزى بيهم وحالي مرة ثانية يستهزي بيهم وناري بيوتي نزلت هذا المقطع على قناته في اليوتيوب فكرة انه تختار زوجي المستقبلي من اليوتيوبر ولكن ما حطت احمد ابروب من بينات ذو اليوتيوبر احمد ابروب نزعلها سبب الانستجرام شو تستوريات وبهذا الي سورة كان بها واحد من المتابعين وان يقول له ان ريبيوتي ما حطتك من بين اليوتيوبر اللي مفروض تاخذهم كزوجي المستقبل احمد ابروب صار يرد عليها باستهزاء انه كانه مصدم او معصب او انه مش هام اساس الموضوع ولكن صوها بطريقة سخرية فمدر الصراح هذا هو الي سورة الي نزل كتبونا يا حبايب بالكومتال شركوا في هذا الخبر وهلو التقانونة كانت استهزئ بيهم او لا قلت اتمنوا يا حبايب انه يرجعون تصالحون الخبر الثاني اللي عدنا على المفاجآت اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي عدنا هو هو وسامتك توبيسان فهو وسامتك تنزعلها سبب الانستجرام شو تستوريات وبهذا الستوري كان بي سطورة وي امه وكان كاتب عليه عرفت امي على بيسان في عيد الام حسب الاغر ما توقع ان الموضوع يمكن يكون الى علاقة بالزواج وطبعا المقطع رح ينزل السعب الى اربع القناة ففنبولي او ماليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد جواني فجواني نزع على حسبه بالانستجرام شو تستوريات وبهذا الستوريات كانت كاتب بيها قريبا كانوا دي يحمس شي خرافي وهذا نزل هذا الستوري اللي يقول بي انه باش رح ينزل مقطع وي المشاهير ومن الوضع رح يكون مقطع ناري اكتبونا يا حباب بالكومنتات المقطع منهم تحمسني اكثر بين جواني ووسام الخبر الثالث اللي عدنا عن عائلة انس واصالة والمفاجأة اللي يجهزونها من فترة واللي يعلنونا انها ستكون مفاجأة نارية ولو مقطع باليوتيوب ومن الوضع انها قربت كلش وانس واصال نزعوا على حساباتهم بالانستجرام شو تستوريات واللي هما كانوا من داخل تصوير هذه المفاجأة الخرافية وكان حطي الاموجي مستكوت انه اكون شو خرافيه هما مجهزي ودي يجهزوننا اياه واللي طبعا رح يكون الا علاقة بعيد الام مثل ما قلنا فاكتبونا يا حباب بالكمنتاج قد تم تحمسين هذه المفاجأات الخبر الرابع اللي عدنا على المتابعين وتهجمهم على بيسان اسماعيل بعض الفضيحة اللي انتشرت لها بالتك توك وليتشرت هذه الفضيحة وكان بيها بيسان لابس ملابس داخلية وصراحة الاغلب شاف الصورة واستغراب من عدها وتوقع ان انس شايف برا هذا الموضوع هو الواحد يقدر يصورها بهذا الشيء ولكن للصراحة ما اتوقع هذا الشيء ممكن الصورة تكون فوتوشوب ولكن انا الشيء من سوي هذا الشيء ما يتجمال وغيرها من حبيبات السابقات ويجرر لهم اشياء زالة 18 فاكتبونا يا حباب بالكمنتاج وقلونا انس وراء الموضوع وانه هو اللي فضح بيسان اسماعيل الخبر الخامس اللي عدنا عشها دي العشي ووصوله سببا بالانستجرام لل700000 متابع فان شاء الله يف مبروكوا اقبال العشرة مليون يا رب وطبعا لا تنسوني حبايب ان تبركوا له بالكمنتاج وفي حصلنا هنا وصلنا هات المقطع حبايب دا فكر الصراحة اني اقطع اليوتيوب هذه الفترة بما ان الدعم شوي ينازل وخسر اغلب الناس عندهم امتحانات فممكن ارجع لكم بعد ما تخلص الامتحانات ما هذا الصراحة لنا ما اخذت اخذ القرار عليكم يا حبايب اتمنى تحطوا زر لك تشاركوا بالقناة وبس جاوكم في زي ما قلت من القصص ومع السلامة